برج السرطان يتوقع لبرج السرطان في العام 2021 أن يكون التغيير في الهواء غالباً ما يشعر موليد برج السرطان بالقلق عندما يتعلق الأمر بالتغيير ولكن بمجرد أن يتكيفوا سيكونون على ما يرام من الأفضل دائماً أن تضع في اعتبارك أنه ليست كل التغييرات سلبية حتى لو كانت بسبب أزمة عالمية مثل فيروس كورونا ستتأقلم مع التغييرات النجوم تتوقع لك أموراً رائعة هذا العام ولكن فقط إن كنت منفتحاً على فرص جديدة لفترة قصيرة بين منتصف مايو وأواخر يوليو سيكون كوكب المشتري في برج الحوت خلال هذا الوقت من المحتمل أن تشعر بالإلهام لتجيبات أشياء جديدة والتعلم بقدر ما تستطيع والسفر إلى أماكن جديدة استفد من هذا الدافع قبل أن يحدث إغلاق آخر في البلاد على الجانب العاطفي يشق كوكب الزهرة طريقه من خلال جميع الأبراج هذا العام لكنه يبدأ وينتهي في برج الجدي هذا يعني أن علاقاتك الوثيقة بما في ذلك علاقاتك الرومانسية الوثيقة من المرجح أن تصبح أفضل هذا العام إذا كنت تواجه مشاكل في علاقاتك العاطفية فمن المحتمل أن يتم حل هذه المشاكل في العام 2021 إذا كانت علاقتك العاطفية تعمل بشكل جيد بالفعل فمن المحتمل أيضا أن تتلقى دفع إضافية من السعادة على الجانب المهني من المتوقع أن كوكب زحل والمشتري سيلعبان بإبداعك هذا العام إذا كنت تعمل في مجال يشجع على الإبداع فأنت محظوظ سيكون العمل أسهل بالنسبة إليك طالما أنك قادر على الحفاظ على نفسك منضبط حاول أن تجد طريقة ما لإدخال الإبداع في مشاريعك هذا سيجعل العمل عليها أسهل وأكثر متعة على الجانب المالي من أواخر يوليو إلى أواخر ديسمبر سيكون كوكب المشتري في برج الدلو هذا وقت رائع للتركيز على مواهبك على سبيل المكافأة سيعمل برج الدلو أيضا على تحسين إبداعك يمكن أن توفر لك هذه المواهب موارد مالية إضافية خلال هذا الجزء من العام فكر خرج الصندوق لتحسين وضعك المالي على الجانب العائلي سوف يستقر المريخ في الميزان من بداية العام حتى أواخر يوليو سيشجعك هذا على قضاء المزيد من الوقت في المنزل يتضمن ذلك قضاء الوقت مع أفراد عائلتك والعمل في مشاريع منزلية كل هذا يمكن أن يكون مرهقا بعض الشيء ومنهكا جسديا في بعض الأحيان لكنه يستحق في النهاية على الجانب الصحي يظهر برج السرطان لعام 2021 أن هذا العام هو الوقت المثالي للتركيز على صحتك الروحية والعقلية نبت له تأثير كبير على صحتك النفسية هذا العام ويشجعك على تحسين روحانياتك خصص وقتا لإعادة اكتشاف ما ينير روحك حتى لو لم تكن ذات طبيعة روحانية على الجانب الاجتماعي من المحتمل أن تواجه بعض التغييرات في حياتك الاجتماعية هذا العام بسبب تأثير مجموعة متنوعة من الكواكب بما في ذلك بلوتو كان كوكب بلوتو موجودا في برج الجدي منذ عام 2008 وسيظل في هذه العلامة لفترة أطول هذا يدفعك باستمرار لتجديد العلاقات القديمة قد يكون هذا التجديد في العلاقات الرومانسية أو العائلية أو العمل والآن بعد أن ألقينا نظرة على برج السرطان لعام 2021 دعونا نلقي نظرة على ملخص البرج في كل شهر في يناير تبارك الشمس في مدار الجدي علاقاتك في كل جزء من الحياة هذا هو الوقت المناسب لتحسين علاقاتك الرومانسية والعملية سيكون فبراير للعام 2021 شهر الحظ من المحتمل أن ترى تعزيزا في علاقاتك الرومانسية ومع ذلك قد يبرز أورانيوس جانبك الحساس يظهر مارس طبيعتك الحالمة تجلبها الشمس في مدار برج الحوت هذا هو الوقت المناسب للعمل على مشاريعك والعلاقات الاجتماعية من جميع الأنواع أبريل هو الوقت المناسب للتركيز على حياتك المهنية في أواخر الشهر سيدخل كوكب المريخ إلى برج السرطان سيسمح لك هذا بأن تكون أكثر إنتاجية من المعتاد ستشهد أموالك أيضا دفع جيدا هذا الشهر يشجعك ما يعالى التركيز على حياتك المهنية إذا كنت تريد أن ترى النجاح ومع ذلك حاول أن تحافظ على التوازن مع حياتك الاجتماعية وإلا فقد تعاني علاقاتك يشهد يونيو دخول كوكب الزهرة إلى برج السرطان بالقرب من بداية الشهر مما يجعل هذا الوقت مثاليا للعمل على حياتك العاطفية يعيد يوليو تركيز مرة أخرى إلى أموالك يجب أن يكون القيام بذلك أمرا سهلا حيث سيكون عطارت في برجك لمدة نصف الشهر تقريبا سيشجعك كوكب المشتري في مدار برج الحوت قرب نهاية الشهر على إنفاق الأموال على هواياتك وأصدقائك أغسطس يجعلك تشعر بإحساس متجدد بالتصميم على تحقيق أهدافك ستشعر بمزيد من التركيز في العمل والرحمة في علاقاتك العادية والرومانسية سبتمبر هو الوقت المناسب لإجراء تعديلات على خطتك السنوية أكتوبر يتوقع حدوث نعمة في حياتك الاجتماعية من المحتمل أن تقابل أشخاصا جدد وتقضي المزيد من الوقت مع أفراد عائلتك يحمل لك أيضا حظا سعيدا في الشؤون المالية نوفمبر يجلب صراعات من الآخرين قد يكون هذا مرهقا لحسن الحظ من المحتمل أن تشعر بالهدوء مرة أخرى في الحادي والعشرين من الشهر بمجرد انتهاء المشكلات ابحث عن طريقة إيجابية للتعبير عن مشاعرك يجلب ديسمبر الأمل للعام المقبل من المحتمل أن تشعر بطموح إضافي خاصة في حياتك المهنية خلال هذا الوقت تأكد أيضا من ثقتك في غرائزك في جميع علاقتك إذا كنت تريد أن تستمر حتى عام 2022 في النهاية ستجلب التحركات المتطرفة للكواكب في العام 2021 تعقيدات وفرص التغيير أمر لا مفر منه في حين أن التغيير ليس سهلا إلا أنك يجب أن تحاول التكيف إذا تمكنت من ذلك فقد يكون هذا العام رائعا فحظا سعيدا